على فكرة بطولة السوبر في الإمارات فيه تنظيم كبير جداً بيقام حالياً من مجلس أبوظابي الرياضي بالتعاون مع الشركة المتحدة والشرقة الرعية استعداداً لهذه البطولة الهمة جداً اللي بتقام لأول مرة النسخة الأولى من بطولة السوبر الأندية الأبطال بمشاركة أربع أندية الأهلي بيراميدز في يوتشر وسيراميكا كيليوباترا اللقاء الأول الأهلي عيلعب مع السيراميكا يوم 25 ديسمبر وأيضاً في نفس اليوم بيراميدز في يوتشر الكسبان هيلعب الكسبان هنا يوم 28 والخسران هيلعب في مباراة 3 والرابع قبل مباراة النهائي يوم 28 قدامكم على الشاشة ده الويب سايت والموقع الخاص بحجز التذاكر والتذاكر معمول لها 7 درجات التذاكر معمول لها 7 درجات تبقاً للكاتوجري الخاص بكل درجة الدرجة السبعة 7 دراهم الدرجة السادسة 14 درهم إماراتي الدرجة الخمسة 21 درهم الدرجة الرابعة 28 درهم الدرجة التالتة 35 درهم والدرجة الثانية 70 درهم والدرجة الأولى 85 درهم دي أسعار التذاكر يعني نقدر نقول في متناول كل الأطياف يعني لو عايز تهضر في الدرجة الستة أو الخمسة واللي عايز يحضر في الدرجة الأولى فيه أسعار متفوتة بين كل الدرجات لكن عايز أجلوكو حاجة مهمة جداً الشرك الرعية ومجلس أبوظابي عاملين النقطة مهمة جدا كل فريق كل نادي للحق في مية تسكرة من تذاكر مدرجات المباراة يعني الأهل هي لعب سلاميكا ليه مية تسكرة من الشركة الرعية عايز ياخد تذاكر أكتر يطلب من الشركة الرعية وياخد تذاكر أكتر بحيث يطرحها ليه جمهوره أو حتى يوزحها على الجمهور الراغبة في حضور هذا اللقاء فبالتالي كل فريق مشارك في البطولة ليه مية تسكرة بالإضافة لكده كمان مجلس أبوظابي والشركة الرعية خدوا من كل نادي عشر تيشيرتات أنا بقول لكم أخبار حصرية محدش لسه تكلم عليها ولسه البطولة يعني قدامنا حوالي أسبوعين على انطلاقها ولكن من النهاردة بنا نتكلم على التذاكر فبقول لكم أخبار مهمة جدا كمان متعلقة بالتحضير للبطول النادي الأهلي سلم لمجلس أبوظابي والشركة الرعية عشر تيشيرتات كل تيشيرت ممضي من نجوم وأبرز اللاعبين في فريق النادي الأهلي والجهاز الفن عشان بيتم تسويق هذه التيشيرتات في الفترة التروجية المتعلقة بالبطولة في إمارة أبوظابي وتحديدا على ملعب هزاع بن زايد كمان كل باسة هتسافر شركة الرعي ومجلس أبوظابي هتحمل 45 فرد بالإضافة إلى الجواز اللي تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة لما نقرب أكتر من معاد البطولة هنتكلم على اللايحة التنظيمية قيمة كل فريق مشاركة اللاعبين الإنذارات كل الأمور المتعلقة بالأمور اللوجستية لإقامة البطولة